موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرامين ما تكونوا وهلا بكم إلى حلقة جديدة من برامجكم اليومي الصحافة اليوم مع المطالع برز مضالتنا ببعض الصحف المحلية والعربية من قضايا وعنوين خاصة بالشأن اليمني وهذه جولة سريعة في أبرز تلك العنوين موسيقى البداية من وكالة خبر وفيها نقرأ واشنطن صافر تشكل تهديدا اقتصاديا وبيئيا خطيرا افجار لغم حوثي بمدنيين في المخى مصطر أمني روي لخبر تفاصيل المواجهات المسلحة داخل معسكر حكولة بالضالع ومصر سبع عناصر إرهابية في صحيفة الشارع نطالع تفاصيل الاشتباكات التي أدت لمقتل قائد قوات مكافحة الإرهاب ونائب قوات الحزام الأمني في الضالع تصعيد حوثي غير مسبوق منذ انطلاقة الهدنة عمليات هجومية والدفع بتعزيزات واستحداث منصات إطلاق صواريخ التحالف يعلن إطلاق سراح 163 أسيرا حوثيا بينهم تسعة مقاتلين أجانب إصابة مدنيين اثنين قنصا ميليشيا الحوثي تنشر قناصة جدد في محيط مدينة تعز وتشدد الحصار على سكان في عدن الغد استشاد نائب قائد الحزام الأمني بالضالع وقائد اللواء السادس مقاومة إثر اشتباكات داخل مقر الحزام الأمني العثور على جثة قتيل تابع للعمالقة عقب اختطاف سيارته وقتله في شبوة بسبب خلاف الحوثيون في ذمار يواصلون اعتقال تربويا مصابا بحالة نفسية إلى بعض الصحف العربية صادرة هذا اليوم عنوين الخاصة بالشان اليمني والبداية من الشرق الأوسط التحالف اطلاق ونقل 163 أسير لليمن برا وجوا وتنسيق لتسليم الأجانب قال إن المبادرة السعودية الإنسانية جاءت لإنهاء ملف الأسرة ودعم جهود السلام قنصوا مدنيين بعد يومين من استهدافات بالمسيرات تمسك حوثي بخرق الهدنة الأممية وهلع في تعز في القدس العربية سراحة 163 أسير الحوثي تحت عنوان في قوس الصبر منزع لابد من صنعاء ولو طال التفاوض الاستقرار وحلحلت التعقيدات على ذمة الأيام المقبلة المهمة صعبة لكن يجب أن لا تكون مستحيلة لم يعود اليمن يحتمل مزيدا من الصراعات انهيارات كبرى اقتصادية وأمنية ضربت البنية الأساسية لشكل ونمط الحياة اليمنية المجلس الجديد في معركة مع الوقت أو بالأحرى معركة مع الوجود المهمة ثقيلة لكنها ليست مستحيلة إما استعادة الدولة وإما البقاء في نقطة الصفر السؤال الذي يفرض نفسه بقوة بعد أيام من تشكيل المجلس الرئاسي هل سيكون هذا المجلس هو المرحلة الفاصلة بعد العواصف التي ضربت جدار اليمن؟ وما المطلوب من المجلس للعبور باليمن إلى شاطئ الخلاص مما يسمى بالربيع العربي؟ المجلس الرئاسي عليه أن يتحلى بفقه الأولويات في المرحلة الراهنة اليمن والعمل وفق مجهود استثنائي يهدف في المقام الأول إلى توفير وتحسين الخدمات الحياتية للمواطن اليمني الذي عاش على مدار عقد مضى سنوات أقل ما توصف به بأنها سنوات عجعف من العنوين البارزة هذا اليوم في الصحف المحلية وحتى العربية الاشتباكات التي أدت إلى مقتل قائد قوات مكافحة الإرهاب ونائب قوات الحزام الأمني في الضالع هذا الخبر وأيضا هناك محاور أخرى وناقشة مع ضيفي الكريم من القاهرة العميد الركن ثابت حسين الخبير العسكري أهلا بك عميد ثابت أهلا بك أيضا سيضمي لي ضيوف كرام لكن قبل ذلك نتوقف مع فاصل قصير عميد ثابت لو أطلعتنا ما الذي حصل بالأمس في الضالع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه والرحمة للشهداء والشفاء للجرحة وخالص العزاء لأسر الشهداء في الواقع هذه العملية التي تنفذها الجماعات الإرهابية وتحديدا كما هو متوقع جماعة القاعدة تأتي في سلسلة عمليات يعني بدأت تربوما من بداية التسعينات ولكنها اشتدت في الفترة الأخيرة وترافقت مع تحرك سياسي ودبلوماسي للقوى الفاعلة على الأرض للقوى التي تقاوم الحوثيين يعني على وجه التحديد لاحظنا ذلك قبل مشاورات الرياض وأثناءها وبعدها استهدفت الجماعات الإرهابية عددا من قادة القوات المسلحة وخاصة في الجنوب وكأنها ترسل رسالة عن عدم رضاها على هذا النجاح الذي تحقق في الرياض من خلال تشكيل مجلس قيادة رئاسي هو أشبه ما يكون بمجلس حرب لأنه مجلس عسكري لو لاحظنا أن هذا المجلس أذرني لو خارجت قليلا لأن الأشياء الأمور كلها مترابطة مع بعض هذا المجلس تقريبا كل قادته من العسكريين باستثناء ربما شخصية واحدة فقط بمعنى من القادة العسكريين الميدانيين ربما يعني باستثناء شخصية مدنية وشخصية الرئيس المجلس الذي كان في الخارج بقية القادة تم اختيارهم من الميدان بمعنى أنهم يقودون مجهود حربي ويمثلون ثقلا عسكريا وشعبيا في الداخل وفي مقاومة العثين هذا تقريبا كان هو المعيار الأساسي والرئيسي الذي تم على أساسي تشكيل هذا المجلس هذا التشكيل وهذا التصنيف للمجلس يجعله كما قلت في البداية مجلس حرب أو مجلس حسكري فيما يتعلق بالعملية طبعا هي عملية أولا يعني نترحم على الشهداء مرة ثانية وعملية ألمتنا كثيرا لأنها استهدفت من خيرة القادة وكما هو حال القادة وداعش وحتى الحوثيين لا يستهدفون إلا أفضل قيادات وأكثرهم فعالية في مواجهتهم وفي الحرب ضدهم وتقريبا بنفس الأسلوب الذي سم استهداف فيه قيادات مهمة جدا سأتي على ذكرها لاحقا لكن بموقب التصريح الذي صدر عن محور الضالع أنه تم استهداف قيادة محور الضالع بتحديدا قيادة الحزام الأمني عناصر قاعدة ربما عددها عشرة كانت قد وصلت إلى هناك بطرق غادرة وخائنة حتى في العرف القبلي يعني أنهم كانوا قد أبدوا استعدادهم أو الرغبتهم في أن يسلموا أنفسهم ربما قدموا من البيضاء أو أي مكان آخر هذا موضوع ثاني لكن الغرض كان تسليم أنفسهم وأنهم قد يشعرون بالندم ولكنهم يريدون أن يسلموا أنفسهم إلى قيادة الحزام الأمني وتحديدا لقائد الحزام الأمني وأنا أعتقد أن قائد الحزام الأمني العميد أحمد القب ربما كان هو الهدف الأهم بالنسبة لهم ولو تذكر جيدا كم مرات استهدفوا هذا القائد المحنك كذلك كانوا يستهدفون قائد الحزام الأمني في أبيا العميد عبداللطيف سيد لكن عميد ثابت يقال أن هناك أيضا كان قد تم اعتقال مجموعة يعتقد انتمائها من إلى تنظيم القاعدة وكانت موجودة وأن هذه الاشتباكات أتت ليس للتسليم بل من أجل تحرير أولئك المسجونين لا معتقد شكل المجموعة التي وصلت إلى الحزام الأمني وصلت واقتربت من الحزام الأمني يعني جاءت تحت محجة ومبرر إنها تريد أن تسلم نفسها لم يكن هناك لا أعتقد أن المسألة مسألة بتحريض سجنة لكن المسألة مرتبطة أيضا باعتقادي أن هؤلاء الذين شاركوا في القريمة هم من الذين كانوا في السجون ومعظمهم جاءوا من صنعة ومن البيضة معظمهم أطلقهم الحوثيين عمدا وأنت تعلم ذلك كذا هذا حصل في المكلة كان سؤالي القادم لك في هذه النقطة بالتحديد هناك خلال الشهر الماضي شهدنا إطلاق مساجين صراح مساجين من صنعة من قبل ميليشيات الحوثي وهؤلاء مؤتقلون على ذمة قضايا إرهاب وقاعدة وما إلى ذلك أيضا كان هناك فرار لعناصر تتبع التنظيم من سجون في المناطق المحررة هل هذه العملية أيضا علاقة بكل هذه الأحداث في الشهر المنصري بالضبط وهذا مؤشر آخر لوجود علاقة وترابط بين هذه العمليات نشير أيضا كما أشرت أنت إلى هروب سجناء خطيرين جدا ومعروفين بانتماءهم إلى القاعدة من سجن سيؤون التي تسيطر عليها المنطقة العسكرية الأولى والإضافة إلى السجناء الذين تم إطلاقهم من قبل الحوثيين هناك معلومات كثيرة تحدث عن سجن أنه عن شخص لا أذكر الآن اسمه أنه تم اعتقاله في صنعه والتحقيق معه ثم مرة أو مرتين ثم فجأة يظهر في المحافظات المحررة ويشارك في عمليات الهرابية يعني باختصار شرير لو تذكرنا مثلا عملية استدفأ باليمامة أو عملية استدفأ قاعدة العند يعني المركز التدريبي للعند ثم قاعدة العند كل العمليات تبنها الحوثيين وربما نفذوها أو تبنتها أحيانا القاعدة في تخادم واضح من قبل الجماعة جميل نشرك معنا الأستاذ فوزي المريسي وهو صاحفي وإعلامي من الضالي عبر الهاتف أهلا بك أستاذ فوزي أستاذ فوزي هل تسمعوني نعم حياة الله وكل أستاذ المشاهدين أستاذ فوزي إن كان لديك تفاصيل ومعلومات أكثر وأنت أقرب من الحدث وتطوراته نعم ما حدث يوم أنس كانت جريمة بكل المقاييس أن عناصر تتبع تنظيم القاعدة كما أشارت المعلومات من قيادة الحزام الأمني تم ضبطها في منطقة الشعيب وهي ترتدي أسلحتها الشخصية وتم دخولها بحسب المعلومات برفقة أطقم من الحزام الأمني إلى المحافظة وهناك جرى محاولة سحب أسلحتهم فبادروا بإطلاق النار وأدى ذلك كما يعني هو معروف إلى استشهاد نائب قائد الحزام الأمني وليد الضاني وأيضا قائد مكافحة الإرهاب محمد الشعوبدي وهو قائد للواء السادس المقاومة الجنوبية هذه الحادثة بعد ذلك تمكنت قوات الحزام الأمني من تصفية العناطر التي أطلقت النار وحاولت أن تثير الفوضى وجرى احتواء الموقف والمعلومات تقول بأنه تم قتل كافة عناصر الخلية وأنه تم أيضا تصفية زعيم هذه المجموعة يعني الآن الوضع يبدو هادئا وليس هناك أي مشاكل أو أي إشكاليات أو سيد فوزي هل تقصد أن قوات الحكومية أو القوات مكافحة الإرهاب والحزام الأمني تم إلقاء القفض على هذه المجموعة في مكان بعيد عن مسرح المواجهات أولا نعم هو تم إلقاء القفض عليهم وهم كانوا يتنكرون بأنهم من حناصر المقاومة وبأنهم يحرفون مقائد الأمني كما حصلنا على هذه المعلومات فلم يتم تجريدهم من التلاح بإكبارهم أي بإكبار المحابضة تحتوي عدد كبير من المقاتلين بإكبارهم من خلف المناطف يواجهون ميليشيات التونسي وكانت هذه يعني تنويه يعني وكان هناك تغاضي أوقع أوقع يعني القوات في فلم يكون نتوقع بأن هذه العناطر يعني عناطر إرهابية وأنها تنوي تنفيذ عمليات إجراء فيها كما أشارت المعلومات من سأعود إليك أستاذ فوزي لاحقا لكن أعود إليك عميد ثابت حسين أن يتم رغم القال قضى لهذه المجموعة في منطقة بعيدة كما قال شعيب تقريبا منطقة الشعيب أو الشعيب أو الأستاذ فوزي ذكرها وأن يتم جلبهم بأسلحتهم إلى قيادة المنطقة في الضالع ألا يعد ذلك أمر غريب عسكريا وأمنيا حتى يعني هذا ليس الاختراق الأمني الأول ولن يكون الأخير تعرف أن عناصر القاعدة تنشط بأسلوب رخيص ودني يعني جماعات القاعدة نفذت عملية لإقتيال الرئيس هادي واحتلت احتلت العرضي لمدة أي مساعة أو ربما مساعة طويلة يعني وقتلت كل من في الموقع وتهلت المكان ونفذت نفس العملية أيضا لمبنى أمن عدن تقريبا في عام 2016 أو 2017 واحتلت المبنى وجرت مجزرة كبيرة يعني من الطرفين واخترقت القاعدة أو يعني عناصر إرهابية أخرى اخترقت دار الرئاسة طبيعي جدا اخترقت واختيال الرئيس لكن أنا أستطيع أن يتم أخذهم بأسلحتهم دون تجريدهم على أقل من السلاح غير منطقي أنا في تصوري أن إذا كان تم يعني تم القاء القبض على هذه العناصر في الشعيب الشعيب هو مركز صغير يعني والقوى الأمنية والحجام الأمني اللي فيه أو بأعتقد أنه يوجد حجام أمني قوى الأمنية محدودة جدا زي أي منطقة نائية وريفية وهي على مقربة حوالي 20 كيلو متر من الضالع المدينة فربما كان هناك عاملان للعام الأول أنه أجهزة الآمن هناك لم تكن قادرة على مواجهة الموقف والعامل الآخر وهو المرجح أن يعني أشكال الحولاء يعني أنت تعرف هذا الأيام السلفيين يعني اللحي والدقون الطويلة يعني هذه لم تعد تفرق بين السلفي والإخوانجي والحوتي والقاعدي والداعشي الكل يلبس الكل يعني يلتحي والكل يظهر بمظهر بهذه المظاهر البرقة التي تخلف يعني تخفي نوايا أخرى فربما هذا أثر أيضا وإنهم عرضوا أو ظلبوا أنهم يودون الذهاب إلى أحمد القبو أحمد القبو هو الآخر أيضا شخص يعني متدين ملتحي مع فارغ طبعا بين النوايا فأعتقد أن هنا القوانب العاطفية والقانب وضعف الإحساس الأمني لعب دورة أنا قلت هذا الكلام ويجب أن نعترف أن هذا يشكل اختراقا أمني بغض النظر عن الحيثيات والمبررات التي سيقت في هذا خصوصا أن المستدف في كتائب ربما مكافحة الإرهاب يفترض أنهم أعلى دراية بكل هذه الأساليب وطرقها وربما هناك درس أيضا قد تتعلم هذه الكتائب مستقبلا من هذه الخدعة التي حصلت لكن عموما عميد ثابت هذا النشاط الذي بدأ تنظيم القاعدة وحتى الحوثي وكل هذه في مواجهة كما أسلفت أنت المجلس العسكري الرئاسي كل هذه الأمور كيف يمكن أن يتم معالجتها من وجهة نظرك عسكريا وأمنيا يعني دعني كمان بكلمتين قبل أن أنتهي أنه عناصر أو قيادة الحزام الأمني وهما كمان حسب علمي ضابطان هما الضابطان هما يحيي الشوب محمد يحيي الشوب وقيف وليد حسن صالح الضامي استطاع بإثنينهما وربما بحراسة قليلة إلى جانبهما من خوض عملية بطولية باسلة واستشهد على يعني واستشهد في هذه العملية هما لكنهم يعني أنهى تماما يعني تمكن من قتل كل العناصر المجموعة تقريبا حتى الآن سبعة التي تم قتلهم والمجموعة هي كلها بكلها تقريبا سبعة ربما هناك منهم جرحة يعني العملية انتهت انتهت تماما وكأنها لم تكن والوضع تحت صيدرها هذا أيضا محسوب يجب أن يحسب العزام الأمني في الضالع على وجه التحديد يعني يعني التذكير مرة أخرى بهذه المشاكل التي حصلت لو تذكر اللواء سالم قطن كيف تم اغتيالي كان ينتظره شخصا شخص بلباس يعني بشكل بهئة شحات عندما مر موقب هو مش موقب كان سيارة فقط كان يسير في سيارة واحدة ومعه السائق فقط مر هذا مد يده يا عم سالم يا عم سالم بطريقة يعني استعطافية ونحن شعب يمني معروف يعني بتاع عاطفنا مشى السائق قال له قطن لا وقف خلينا نشوفه يمكن عنده مشكلة ولا شيء ومباشرة أول ما وقف فكر الحزام الأمني وراح وراح اللواء سالم قطن ضحية لهذه العملية الدنيئة فنحن لا نريد أكثر أن يعني أن نترك نترك الجلاد ونجلد في الضحية يعني لا يسعنا إلا أن نترحم على الشهداء وأن نشيد بالبسالة أبداها المقاومون هناك والذين استطاعوا القضاء النهائي على العملية وهذا أيضا درسا درس بليق يجب أن يستفاد منه في تشديد اليقظة الأمنية المجلس القيادة الرئاسي كما تحدثنا مرارا وتكرارا معني بملفات رئيسية وهم وحساسة ومعقدة قد لا تبدأ يتنتهي بالملف الاقتصاري وهو الأساسي وهو الأساسي بالنسبة على الأقل للناس بشكل عام ملف الخدمات والمرتبات يفرض نفسه كأولوية قصوى هذا سيعطي للمجلس مؤشرا وزخما للنجاح ثم الملف الأمن وخاصة المتعلق بمواصلة عمليات مكافحة الإرهاب ودعم الأسجزة الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب التحديات كثيرة وهو محور حديث في المحور الثاني تصيد الحوث الغير مسبوق منذ انطلاق الهدنة عمليات الجومية والدفع بتعزيزات واستحداث منصات طاق طواريخ وكل هذه الأمور التي ربما لا تنبئ بأن هذه هدنة قد تصمد في الأيام المقبلة وفي هذا المحور بتحديد الصديفة المقدم صالح القطيب نايم مدير المركز الإعلامي القوات المسلحة عبر الهاتف ألم بك مقدم صالح مقدم صالح هل تسمعوني فقدنا الاتصال سنعود إليه في هذا المحور لكن قبل ذلك أعود إليك عميد ثابت هذا التصيد الحوثي في كل الجبهات كيف يمكن قراءته الآن وفي هذا التوقيت أولا لابد أن نشير لأن الحوثيين قبلوا في الهدنة على مرض وليس برغبة يعني وحبا في السلام ولكن قبلوها على مضض بسبب الخسائر التي تعرضوا لها بسبب عوامل يعني تهمهم وتهم حليفهم وبسبب الضغوطات الكبيرة التي مورست عليهم وربما يعتبرون هذه الهدنة استراحة محارب وفرصة لعادة تنظيم صفوفهم وتسليع وتهيئة وتدريب قواتهم مرة أخرى على خوض الأعمال القتالية الأعمال المعارية في الحقيقة يكون لها عمال ذات طابع إدائي سواء كان ضد اليمنيين في الداخل أو ضد الدول للجوار ضد أهداف مدنية وحيوية في الخارج في السعودية وفي الإمارات الهدنة يعني نحن سنكون مع نهاية الهدنة أعتقد أمام سيناريوهين أما أن تتقدد هذه الهدنة وتتمدد وهذا في نفس الوقت يقتضي من المجلس القيادة الرئاسي أن ينتهز هذه الفرصة لإحداث تحول نوعي ملموس في المستوى المعيشي والخدمي جميل هذه السين يا رعيات التي اطرح عميد ثابت سعودي لو مناقشتها معك بمزيد من التفصيل وإيهما ربما الأرجح أن يكون لكن قبل ذلك أعوذي لضيفي المقدم صالح القطيبي نائب مدير المركز الإعلامي القوات المسلحة أتمنى أن يكون هذه المرة يسمعوني أهلا بك مقدم صالح مقدم صالح هل تسمعوني يبدو أن لدينا إشكالية في التواصل مع المقدم صالح القطيبي سنحاول العودة له لاحقا أعود إليك ثابت كنت تتحدث عن سيناريوهات موجودة بأنها ربما الاحتمالية بأن تصمد هذه الهدنة أو أن أو أن تذهب ربما إلى ما هو متوقع إلى انفجار السيناريو أيهما أقرب يعني يعني أشير أشير مرة أخرى بأجالة أن السيناريو الأول الذي نأمله ويأمله الناس كميعا هو أن تتمدد هذه الهدنة إلى تتمدد أو يعني تكون هدنة طويلة الهدنة طويلة الأمد ولكن هذا أكرر مرة أخرى لا يعفي المجلس الرئاسي والحكومة من أنهم يسترخيان وكأنهم مقيمان في فنادق وضيافة وإلى آخره بل عليهم كما قلت أن يحدث تحولا نوعيا في الجانب المعيشي والخدمي وفي يعني العمل على إعادة تنظيم وتوزيع القوات وتنفيذ اتفاق الرياض وخاصة ما يتعلق منه بالجانب العسكري والأمني والاستعداد للحرب وفي هذه الحالة سنكون أمام السيناريو الثاني وأن تتجدد الاشتباكات وقد تتحول هذه المرة إلى حرب شاملة لكن هذه الحرب الشاملة والمؤمل أن تكون مختلفة عن الحروب السابقة التي كان يخوضها الجيش الوطني خلال ثمان سنوات وهذا لن يحدث إلا إذا تم إجراء تصحيح لخطط العمليات والقيادات بمعنى آخر للقضاء على الأسباب التي كانت وراء إخفاقات وراء إخفاق وفشل قوات الجيش الوطني في مواجهة الحوثيين لكن عمي ثابت كل التصريحات إلى حد اللحظة سواء الإقليمية أو الدولية أو حتى المحلية لا تنبئ أن هناك معركة تلوح في الوفق قريبة مع ميليشيات الحوثية الكل يتحدث عن السلام الكل يقول أنه يدفع في هذا المسار هناك مبادرات حسن نواية من هنا وهناك آخرها التحالف العربي ما أقدم عليه من إطلاق سرح 163 أسيرا لديه كل هذه الأمور وكأنها تنبئ أن الجميع غير مستعد للذهاب إلى الحرب والتصعيد نحو الحرب لكن هل الميليشيات وهنا هو السؤال الحوثية مستعدة لخيار السلام يعني القراءة يعني نقول القراءة الأولية للمؤشرات تشير إلى أنها إلى مؤشرات الحل السلمي وأن الرغبة الموجودة وخاصة لدى التحالف العربي ولدى المجتمع الدولي في إنهاء الحرب بعد سبع سنوات أو نحن داخلين الآن في السنة الثامنة وبعد الوصول بحقيقة ثانية إلى حالة من اليأس لا حسم عسكري حتى الآن لم يحصل ولم تكن هناك مؤشرات لحسم عسكري لإسقاط الإنقلاب الحوثي وأودة سلطة الشرعية إلى صنع هذا المؤشر غير موجود بل وصلت التحالف والمجتمع الدولي ذي يرئي ويتابع الحرب وكذلك الناس العاديين وصلوا إلى قناع أنه ما فيش عودة لصنع ولا في إسقاط الإنقلاب الحوثي إذن الناس يعلقون على المسار الآخر وهو المسار التفاوضي ولكن هذا المسار التفاوضي إن لم يكن لدى الحوثيين استعداد لأن يعني يتنازل عن غرورهم وغطرستهم وأوهامهم وعن المشاريع المشاريع إيران التدميرية في المنطقة في هذه الحالة لن يكون لن تكون هناك توافقات على حل سياسي هناك عندنا أيضا هناك في مشكلة أخرى وقضية رئيسية ما هي الأهم وهي قضية الجنوب وقد أشير إليها في بيان في إعلان الرياض أن هذه القضية ستكون محور حل أو محور مشاورات خاصة ومحور للحل السياسي الدام يعني هنا عدة مؤشرات مطروحة أمام أي حل سياسي شامل وقذري ونهائيا هل تعتقد أن الذهاب إلى مشاورات حل سياسي شامل وما إلى ذلك قبل أن ربما ننتهي أو أن ربما تكسر ميليشيات الحوثي وكسر غررها التي تحدثت عنه قد يأتي بالنتائج المطلوبة هذا السؤال أريد الإجابة عليه بعد أن أخذ ضيفي أو المقدم صالح القطيبي نائب المركز العالمي القوات المسلحة وأتمنى هذه المرة أن يكون يسمعوني أهلا بك مقدم صالح أخي الكريم والأخوة المشاهدين للقناة اليمن اليوم إذن الأخبار الآتية اليوم بأن هناك خروقات واستحداث لمنصات صواريخ وكثير من الأمور التي تقدم عليها ميليشيات الحوثي في عدد من الجبهات بل أن هناك معارك في جنوب مأرب لو أطلعتنا على الصورة كاملة نعم أخي الكريم بعد أن قامت ميليشيات الحوثي الإنقلابية بارتكاب أكثر من 2073 خرقا في الشهر الأول من الهدنة المعلنة قامت منذ 30 إبريل إلى اليوم بارتكاب أكثر من 441 خرقا تناول أكان أشدت هذه الخروقات هي قيامها بإطلاق ثماني صواريخ اليومين الماضيين استهدفت مواقع أفضل قوات أهلا وسهلا بك أخي الكريم ومشاهدين إذا لدينا إشكالية في الاتصال مع صالح القطيب وهي إشكالية دائما تحدث في الاتصال من اليمن وأعود إليك عميد ثابت سمعت إلى ربما نبضى صغيرة عن كل هذه الخروقات وعن التصاعد منذ 30 من إبريل الماضي إطلاق صواريخ باليستية أيضا العملية العسكرية التي حصلت أو العمليات تنظيم القاعد التي حصلت في الضالع والتي كثير من المحاللين يربطونها أيضا بأن هناك ضراع مليشاوية حوثية تتحرك بها كل هذا التصعيد لا ينبئ حل سلمي هل نحن ذاهبون إلى معركة فاصلة وأيضا شاملة قبل أن يتم أي عمل أو حديث عن عمل سلمي بالضبط بقدر استعدالك نواياك السلمية أن تذهب إلى السلام لا بد أن تكون مستعدا للحرب هذه قاعدة في كل الأوقات وفي ضوء التقارب السابقة سوى كان في اتفاق ستوك هولم أو في اتفاق السلم والشراكة أو حتى سابقا في اتفاق وثيقة العهد والاتفاق قبل حرب 1994 نادرا ما تلتزم الأطراف بهذه المواثيق والاتفاقات وخصوصا الأطراف التي تحس نفسها تحس أنها هي الأقوى والقادرة يعني الشيء الحوثيين مع الأسف الشديد يعني نقولها بمرارة ما زالوا في وضعا مريح فهم مسيطرين على الشمال ويهددون الجنوب حتى مدينة مأرب هم يحاصرونها من كل الاتقاهات وفي تاعز نفس الوضع فإذ لم يحصل إذا لم يتم الإعداد لهذه الحرب كما قلت بآليات وطرائق جديدة يعني تقضي على الأسباب التي كانت وراء فشل وإخفاقات المرحلة الماضية فإننا لا ننتظر حسما عسكريا لكن في المحصلة النهائية لن يجلس الحوثيون على طاولة الحوار إلا إذا أرغموا على ذلك عسكريا وميدانيا العميد ثابت حسين الخبير العسكري والاستراتيجي كنت ضيفي من القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا دائما لكم أنتم مشاهدي الكرام وما تكونوا على حسن الصغير والمتابعة غدا حلقات جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر